انفجاران عنفان متتاليان هزى مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت خلف عشرات الجرحى واضرارا مادية كبيرة وهلعا وسط اللبنانيين الدخان الكتف الناجم عن الانفجارين تناقلته وكالات الانباء المحلية والعالمية فيما اشارت تقارير اولية الى ان الانفجارين ناجمين عن مادة تينتي شديدة الخطورة خطورة حاصرتها قوات الامن والجيش اللبنانيين بالعمل على ابعاد الاشخاص الذين توافدوا على الميناء تحسبا لحدوث انفجارة اخرى في المكان هذا وتعرضت العديد من المباني السكنية والمتاجر في معظم انحاء العاصمة بيروت وضواحيها الى تحطم واجهتها الزجاجية في حين تسببت قوة موجة الانفجارين الى تحطم وسقوط شروفات العديد من المباني الى جانب تحطم العديد من السيارات وفي انتظار انجلاء الدخان المتصاعد في سماء العاصمة بيروت تبقى التحقيقات الامنية متواصلة لكشف ملاباسة الحادث اشتركوا في القناة